اشتركوا في القناة سنين يتعدوا وحكومات متتالية ما تنجمش تكون الثروة الوطنية شو معناها؟ معناها شركات الدولة ولاية لكلها خاسرة السياسة الاجتماعية ما هيش صدقة تونس ساقع الجمرة فالمشاكل هي أساساً اجتماعية السياسة الاجتماعية ما هيش صدقة شو معناتها؟ النقطة الأساسية اللي بشتركز عليها تكوين الثروة هو المجتمع التونسي أي المرأة والرجل فإذا كان الأساس اللي بشتقف عليها السياسة هذه الكل منسي في الأول شنوه اللي بشتكون ثروة ماكش بشتكون ثروة ولهذا السياسة الاجتماعية اللي هي صحيح توزيع ثروات حقيقية كونتها الدولة على من جابوا الثروات هذه قبل أي العمل النظرة الاقتصادية والسياسية ما تكون إلا في عجلة أنت تربح على خاطر الأخرين ربحوا عام 2012 كنت لي شرف تمثيل الشعب في المجلس الوطني التأسيسي وكنت نائب رئيس لجنة المالية نجحنا بشقنعنا الجهاز التنفيذي أي ممثلية الحكومة والإدارة أن يقترحوا على مجلس الوطني التأسيسي مشروع قانون مالية اللي فيه نص ماشي للمصاريف العادية تيتر آن والنص الاخر ماشي للمصاريف الاستثمارية للدولة أو التنموية يسميوها ما راعنا إلا بعد ما تعدى العام ورينا قداش تصرف كل ما هي فلوس من البند الأول متع ميزان المصاريف مشاء معظمه في الأجور والثاني ما تم استعمال إلا 38% منه قلوا 40% 40% بركة الفلوس موجودة يا ربي والحاجيات موجودة في المناطق المحرومة كيفاش الجهاز التنفيذي ما ينجحش بش ينظم أموره لتخديمك الفلوس بش تكون فرصة للعمل من وقتها تفتنت أنه فما حاجة ما هيش عادية في العمل الحكومي الحكومات المنتقبة ديمقراطيا في تونس منذ الثورة تجي تدخل تاخذ الكراسي كما تفضلت وقلت ولكن ما تقولش شنوه الرؤاة انتاحها الرؤاة يزا ما تترجم إلى وفقة وفقة يسمى عقد معنوي عقد أهداف موجودة في التسيئة ويقولوا القطاع العمومي والقطاع الخاص المترجم الابجيكيف با فين قداش من واحد جاء قال التشغيل بش متع الشباب ومتع الطلبة بش يزيد كذا اعطاش رقم حتى حد ثالثا فجيش حد وقال أن قيمة الدينار التونسي اللي هبطت أكثر مشتر منذ خمس سنين بش نعود رجحها بتشجيع الاستثمار والحث حث الشباب واعطان الإمكانية للشباب بش يصدروا الذكاء نتاحهم كما بلدان العالم أجمع اليوم في اللينفورماتيك في الحاجات اللي واقلي كنا احنا في المكتب ما درسناها شباب يدرسوا عايشها منها نحط نعشاط تعناوات انتوما في الإلكترونيك في الإعلام انتوما عايشين العالم بتاع اليوم وغدوة بش عنا مثل عامي في تونس يقول لك أولها وفقة أواخرها اسلامة رئيس حكومة جديد يجي يعرض الرؤاء ينتقد اللي سرق بل هذي من واجبه ولكن يجي يقول هاي الوفقة نتاعي هاو اللي بش نتفق عليه هاو اللي اقترحه لمجلس نواب الشعب هاو اللي بش يتناقش هذي نظرتي هذي برنامجنا الديات متاع تونس نعرفوها الكل هي صعبة آآ ولكن آآ بش نقعدو نتسلفو نتسلفو انا ما 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 نقولش روما نتسلفوش اما نحب نعرف قاعد نتسلف علاش ولواش وكيفاش ونحب اللي دي بانس هادوكم ساعة اسكو سي دي دي بانس بروديكتيب ولا بارك الله فيك سي سي هذي كالكلمة هذي كالكلمة الهمة طبق انتي تتكلم كما كل التونسيين والتونسيات اللي حبوا بلادهم تشد روحك تشد روحك تشد روحك بي تقول اللي في قلب التوانس الكل ولكن توا يلزمنا ننظروا للحلول فيني الوفقة يلزمنا اي حكومة بش يصادق عليها مجلس نواب الشعب او البرلمانات الجاية او حكومة جاية يلزم تعتي شنية الوفقة شنو لي عارضة معناها النسب نمو قطاعيا شنو لي عارضة جهويا شنو لي عارضة تشغيل شنو لي عارضة تصدير شنو لي عارضة في مستوى العملة دونك في مستوى تقليص الديون او اخذ الديون لتكوين اكثر ثروة وطنية بيت القصيد هي من تكوين الثروة الوطنية اليوم احنا ننتظر من الحكومة ان تكون هي قاطرة لكوموتيف بش تجر القطار التونسي مش القطاع الخاص ومش البرانيين احنا في تونس فما ديز وين جي اللي ماذا بيها تعمل حاجات كما مثلا الوين جي متاع جماعية وحات جمنا اللي تعمل في خدمة بسليمون خماركابل ما كا او ان جي كا جماعية على خاطر مع ناش الستاتو متاع الانتروبريز سوسيال و ناس هذي تخدم بين مئة وخمسة عشرين و مئة وثلاثين خدام اه تصور فيه مئات الملايين اللي تذوق فيهم ترجع فيهم عالكوميونوتيف بور مخشا مينيسيبا للترميم الجبانة المكاتب لازم فخاستوكتور متاع الريابة وما عندهم حتى يعانى كان عيني قزرق وشعرك أسفر وبش جيب فمتني مية الفورو عند كل شي كان شعرك سمحني أكحل وعينيك كحل ولا زاد عاد بوشرتك فمتني غامقة شوية ما عندها شبيه يا اخي تونسا دوما مش قادة تنتج مش قادة تخدم مش قادة كده أنا نفرح كنشوف تونسي متحمس الهلايا لأن راهوا تونسا اللي ساقهم على الجمرة يحسوا أنك تحس عليهم ندوروا ندوروا نرجعوا لخلق الثروة خطر هما كي يخلقوا الثروة ذي كثروة وطنية زادا فلهذا اريدك فاشا في تونس منسيين اللي حابوا يخلقوا الثروة وفي المغرب مشجعين احنا عنا مش مشكلة متاع عدم خلق الثروة بركة عنا مشكلة متاع تكسير وتدمير الثروة فهذا يراه مآل خطير وهذا عمناول استدعاتني مادلينو البرايت لنقاش في واشنطن على أسباب الإرهاب وصار اتفاق بيننا لهم أنه وقت اللي فم الثروة تتكون في نتاق قانوني في نتاق دولة ديمقراطية تتحمل مسؤولياتها وحكومة تتحمل مسؤولياتها أنا ذاك الإرهاب ما يصيرش وقتاش يصير الإرهاب وقت اللي المواطن والمواطنة يقطعوا الأمل يولي يقول لك أنا نمشي نهز كالاشنيكوف للشعام بيطلعها مع عمره مره بطاقة بخمسين دينار وقت اللي كنت في البنك اللي أسسناه ممثل الدولة فيها قالونا راهوا منطقة الحدود التونسية الجزيرية ألف وكالكسر كيلومتر طويلة الوضحة الاقتصادي قاعد يسعى عملنا صندوق خاص بالعائلات التونسية من جهة الحدود التونسية الجزائرية منها وصندوق آخر لعائلات الجزائرية وقلنا لهم بفضلوا بإمكانيات هذه أنجوا فلاحياً صناعياً وتاجروا مع بعضكم عندكم الأسواق والزاترة منطقة الحدود ولات منطقة تكوين ثروة وعلاش هذا كله قف؟ سفير الجزائر أنا ذاك جاني وقال لي المصنع متاع الفريجيدارات فم عائلة معينة في تونس في العهد السابق لا أستطيع أن نذكروها قاعدة تستورد في الفريجيدارات بصفة غير قانونية وهما خردأ حشاك من بلاد ما تصنعش مليح ويجيبوها للمناطق الحدودية يبيعو فيها الفريجيدارات المصنع الممتاز التونسي الجزائري ويبيعو فيها بربع سوم قالوا إنا إذا كانت مدى وهكا المصنع بش يخسر واحنا بجمدوا فلوسنا جكا قد ما تكلمت 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 حتى هد ما سمعني وقتها بش يحطوك في الحبس بارك الله فيك بش يحطوك في الحبس أما تكلمت يبيعو الجزائريين سكروا كل المصانع اللي ساهموا فيها معانا يا ولادي مشحن لا اليوم المناطق الحدودية وهذا فسرناه المدلان والبرايت قلنا إذا كانت حب بصيفة دائمة تكافح الإرهاب ومش بقتل الناس وبحبسهم لا لا هذا كي يجب ما يسير نحميه التونسي ولكن يلزم تعطي الأمل زادة يلزم خلق الثروة على الحدود يكون خلق ثروة مشتركة العائلات كلها ويأخذوا في بعضهم ما عادش فهم مفارق اليوم هالفرح اللي تخلى عند العائلات التونسة والجزائرية ماذا بينا نعود نبنيوه بش الدولة أي جهاز تنفيذي الحكومة اللي هي تقول تكون قاطرة تكون لوكوموتيف إذا كان ما تكون لوكوموتيف بش بيش تولي مالا كنيساكتا بش تولي ثقل أم بوامور أم بوامور وهذا اللي قادتها الدولة اليوم الشعب يخدم بش يخلص عليها دا أنا أقول ماذا بيه الدولة تكون الثروة بش تحسن الشعب ولهذا النظرة متاع تمويل المناطق المحرومة وتمويل الزوالي اليوم الشرط بش أنه يكون تمويل صحيح هو تكوين الثروة إذا كانت تكون الثروة الوطنية يمول هو قبل في نجاحه النجاح لتونس الكريم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر